احاول انجليش بالشكل هاد مثلا بدي اسميه بناء على عنوان المقال ايش عنوان المقال؟ سيسو يلا يا سيسو يلا ايوا ايوا شوفنا الرابطيك حلو ايه هذا يلا ادخل علي يا عم سيسو تمام الرابط هذا حلو يا جماعة خلينا اجي انسخ الرابط بالشكل هاد واطلع نونه من هان تمام او مي جاد عم سيسو خلينا ندخل على محترفين التدوين بلوجر تمام اجينا ودخلنا هان يا جماعة او مي جاد يلا يلا عم سيسو انشر الرابط بالشكل هاد اللهم صلى الله سيدنا محمد شايفين ما افخمه ما احلى شكليته هيك مصمسمونه الرابط هذا تمام او وقف اسيسو ايوا خليه بالشكل هاد يلا اضغط عملية نشر ها 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 بسم الله لو انتوا لاحظتوا اصدقائي بصولي كويس كيف شكله الرابط هذا اصبح مي جرف بمعنى الكلمة بكل المقاييس كيف شكليته زي ما انتوا شايفين يعني انت لما تيجي وتنشر رابط بالشكل هاد فالغاية الاساسية اللي انا حابب اوصلها اليك انه الروابط يا سيد العزيز تمام المختصرة دايما اشيك دايما احلى حتى كمان بتديك متانة وقوة للمقال تبعك السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينز طبعا اصدقائي ان شاء الله اليوم موضوعنا عن الروابط المختصرة في عالم التسويق الالكتروني لكن يا اصدقائي ايش فايدت الرابط المختصر الرابط مختصر url لو انتوا لاحظتوا في بداية الفيديو وشفتوا رابط اللي انا نسخته اسمه الرابط العملاق تمام؟ اول ما بشوفوا الزائر بخاف شكليته مخيفة تمام؟ اول ما بشوفوا رابط بفاكرة انه في داتا ضخمة جدا داخل هذا الرابط او في فايروس او في شيء زي هيك فدهما اصدقائي يعني الرابط المختصر بيدي سمعة كويسة جدا اليك او للمحتوى اللي انت بتقدمه او للقيمة العلمية او لبيع المنتج طيب تمام عم سيسو يعني يا جماعة لو بدنا احنا نسأل انفسنا الشو اصاسا هي فوائد الروابط المختصرة انت انت بالنسبة اليك كمدون تمام؟ هل انت ممكن تستخدمه في شيء معين؟ هل حتفيدك بالفعل؟ اول شغلة يا صديق العزيز تمام؟ انه الرابط الكبير تمام؟ بتخليك ايها بشكل صغير يعني شيء حلو شيء قيم تمام؟ بتديك رابط مختصر هيك مصمصة منونا بعدين يا سيد العزيز يكفي انه انت الرابط اللي هتاخده اصلا يعني كي بدأ اوصل لك ايها هيك مظهر وصار حلو شكليته حلوة بتفتح النفس شيء مفهوم وفي النفس الوجهته المهم يا اصدقائي انت لما بدك ترسل روابط ضخمة راح تكلفك بشكل اكتر تمام؟ طبعا هذا كلام قديم مش من اليوم لكن اليوم بالعكس تمام؟ انت كل بدك ترسله لواحد لو بدك تبعط له اياها حتى على مسيج جوال تمام؟ تبعط له رسالة بالرابط مباشر بتقدر تبعط له اياها لكن لو بدك تبعط له الرابط الاصلي مصيبة طبعا زم انتوا شايفين اصدقائي تمام؟ انا اجيت هالوقت ادخلت على بيتلي بالشكل هاد هذا هو الموقع الرسمي تمام؟ انت من هنا يا سيد العزيز بتقدر تعمل sign up تسجيل دخول او تسجيل جديد اما من هنا يا سيد العزيز فيك تسجل من خلال جوجل تويطر فيسبوك ابل طبعا احنا بدنا نسجل من خلال جوجل بالشكل هاد طبعا لو انتوا لاحظتوا اصدقائي انا اجيت هالسيد العزيز ودخلت على بيتلي تمام؟ عملت عملي تسجيل دخول وحولت السطح مكتب بالشكل هاد طيب ممتاز عم سيسو الفكرة يا جماعة من الموقع هاد انه انا بدي استغل سمعته بالنسبة ليوتيوب بالنسبة للمدونة تباعتي بالنسبة للفيسبوك فحاول انت تستخدمه وانضف اليك اشيك اليك تمام؟ بعدين في مميزات حلوة كتير انا مش رح اشرح لك هي بالتفصيل بدي اجي ها خليني ادخل على الموقع تبعي هاد وبدي اجي يا سيد العزيز وانسق رابط المقال هذا العملاق تمام؟ اجيت ونسخت وكله تمام؟ تعال لها النونا لو اجيت ضغطت على كلمة اكريت او انشاء بالشكل هاد تمام؟ انسق للرابط بالشكل هاد شايف ما اضخمه؟ هو هيختصره لحاله اوتوماتيك تمام؟ طيب نفترض انه انت مش اعاش بك الرابط اللي انت اضفته تمام؟ او الاختصار الجديد اللي انت اخدته انت يا سيد العزيز فيك تتحكم فيه يعني بدي اجي بدي امسح انا رموز هادي كله تمنى الرابط تمام؟ وبيدي اجي يا سيد العزيز احاول الانجليش بالشكل هاد مثلا بدي اسميه بناء على عنوان المقال ايش عنوان المقال؟ تي ار اي سي كي اي ار تمام؟ سميته انا على عنوان المقال اخدت كلمة اساسية من المقال وسميت الرابط فيها تمام يا صاحبي؟ وتعلي الى تحت شوية اسحب هادي الى تحت نونا بالشكل هاد واضغط لي يا سيد العزيز على كلمة save طبعا لو انت لحظت هالوقت هو ما حفزش معي هان تمام؟ خليني اضيفي شوية رموز تانية مثلا good twins اي حاجة تمام؟ بس لتخلي شكل الرابط غريب شوية يعني ممكن يكون حد مستخدمه اساسا تمام؟ فاعطي له انت اسم مناسب خليني اجيو اقول له save بالشكل هاد هل حدا عمل الرابط؟ لا هي تم بنجاح link has been edited تمام؟ تم عمل الارتباط لو انا اجيت وقلت له كوبي يا سيد العزيز بالشكل هاد هي النسخة الرابط شايفينا جماعة في ايش بنتي؟ باسم مثلا تطبيق او باسم قناتك او باي اسم انت بدك اياه انت فيك تستفيد من نوعية هاد من الاختصارات تمام؟ هاني اجيت ودخلت عليه بالشكل هاد مباشرة حولني على المقال المقال حولني علي يا جماعة تمام؟ طبعا شكلية الرابط او هايها بدأ اجي افتح صفحة جديدة زي ما انتوا شايفين اصدقائي هايها تسيد العزيز لسق تمام؟ هذا هو يا جماعة الرابط الجديد هذا يوتيوب بتحبه فيسبوك ممكن يتعامل معه اي شركة في الدنيا ممكن تتعامل معه بالشكل هاد لو اجيت انا يا عمي وضغط صيرتش بالشكل هاد بحويني وين؟ على مدونة جود اتوينز اتمنى اصدقائي تستغلوا الفكرة هادة والله العظيم سهلة وبسيطة وبعدين يا عمي احلى اليك احلى ما تنسك الرابط هاد افترض ان الرابط هاد يا سيد العزيز بدك تبعته على مسيج تمام؟ كيف بدي يصل على المسيج؟ يعني كنظام عرض بالنسبة للمرسل اليه كيف بدي يظهر رابط بالحجم هاد؟ كيف هو هيتخيله؟ لكن لما انت بدك تبعته رابط صغير هيك مصمص من هنا بطلع احلى واشيك تمام؟ وفي نفس الوقت انت هتكسب الباك لينك تبع مين؟ الموقع نفسه هتكسب من جوته من المتانة اللي هو فيها يعني الموقع جماعة تبعت ليه على مستوى العالم 2195 تمام؟ زي ما انتوا شايفين معدل الزيارة فيه فيش كلام عليها اساسا يعني تمام؟ لو انتوا لاحظتو هان هاي الزوار 26 مليون زائر تمام؟ وهان يا سيد العزيز اغلبهم اساسا من الولايات المتحدة الهند البرازيل ماكسيكو اندونيسيا يعني اغلى دول فالموقع يعني مشهور معروف بالنسبة لكل كيف جوته اتمنى اصدقائي تستغلوا الموقع هات تمام وعلى اساس ما تاخدوش مخالفات وعلى اساس انه مظهر يكون كويس بالنسبة لكم في وسائل التواصل الاجتماعي التانية الله يعطيكم الف الف عافية والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة